الجذر التربيعي سكوير روت هل ستساعدني في زراعة بذور زهرة عرف الديك يا خالد؟ بالطبع سأساعدك أولاً سنضع طبقة من التربة ثم نضع البذور ثم نقوم بريها إذن على كم شتلة سنحصل من صندوق الزراعة هذا؟ إن الصندوق المخصص للزراعة مربع الشكل وهو مقسم إلى مربعات متساوية وعدد المربعات في كل سطر ثمانية وعدد المربعات في كل عمود ثمانية أيضاً ولنحصل على عدد جميع المربعات نضرب ثمانية ضرب ثمانية ويساوي ثمانية تربيع ويساوي أربعة وستين هذا يعني أنك ستحصل على أربع وستين شتلة هذا صحيح هل تعرف يا خالد بأنه عند ضرب عدد صحيح في نفسه؟ فإن العدد الناتج يسمى مربعاً كاملاً؟ أي أن العدد أربعة وستين هو مربع كامل هذا يعني أن أي عدد يمكن تمثله على شكل مربع كامل بالرس هو مربع كامل ملاحظة جيدة يا خالد المربع الكامل هو عدد يساوي حاصل ضرب عدد صحيح في نفسه وهل كل الأعداد مربعات كاملة مثل خمسة وثلاثين وستة عشر؟ سؤال جيد لمعرفة ذلك نكتب العدد على صورة حاصل ضرب عوامله فمثلاً العدد خمسة وثلاثون هو حاصل ضرب واحد ضرب خمسة وثلاثين وكذلك حاصل ضرب سبعة ضرب خمسة أي أنه لا يوجد عددان صحيحان متساويان ناتج ضربهما خمسة وثلاثين إذن خمسة وثلاثون ليس مربعاً كاملاً ويمكن استنتاج ذلك عن طريق الرسم أيضاً فالعدد خمسة وثلاثون لا يمكن تمثيله على شكل مربعاً كامل هذا صحيح والآن حان دورك يا خالد هل العدد ستة عشر مربعاً كامل؟ العدد ستة عشر يساوي حاصل ضرب واحداً في ستة عشر أو حاصل ضرب ثمانية في اثنين أو حاصل ضرب أربعة في أربعة وبما أنه يمكن كتابة العدد ستة عشر على شكل حاصل ضرب عددين صحيحين متساويين فالعدد ستة عشر مربع كامل وكذلك يعتبر كل من العددين تسعة وخمسة وعشرين مربعات كاملة والآن ما العلاقة بين عدد مربعات صندوق الزراعة وعدد المربعات في كل ضلع؟ عدد مربعات صندوق الزراعة يساوي ثمانية ضرب ثمانية أو ثمانية تربيع ويساوي أربعة وستين وعدد المربعات في كل ضلع يساوي ثمانية أي أن عدد المربعات في كل ضلع هو أحد العاملين المتساويين في عملية الضرب؟ نعم ويسمى العدد ثمانية الجذر التربيعي للعدد أربعة وستين والجذر التربيعي هو أحد العاملين المتساويين في عملية الضرب ويرمز له بالرمز أي أن الجذر التربيعي للأربعة وستين هو ثمانية هذا صحيح ولكن يوجد جذر آخر يا خالد فالعدد أربعة وستون يساوي حاصل ضرب ثمانية ضرب ثمانية أو حاصل ضرب سالب ثمانية ضرب سالب ثمانية أي أن جذر الأربعة وستين هو ثمانية أو سالب ثمانية وبالمثل يمكن إيجاد الجذر التربيعي لأعداد تمثل مربعات كاملة فمثلا الجذر التربيعي للواحد يساوي الجذر التربيعي لواحد ضرب واحد ويساوي واحداً وأيضاً يساوي الجذر التربيعي لسالب واحد ضرب سالب واحد ويساوي سالب واحد أي أن جذر الواحد يساوي واحداً أو سالب واحد والجذر التربيعي للأربعة يساوي الجذر التربيعي لاثنين ضرب اثنين ويساوي اثنين وأيضا يساوي الجذر التربيعي لسالب اثنين ضرب سالب اثنين ويساوي سالب اثنين أي أن الجذر التربيعي للأربعة يساوي اثنين أو سالب اثنين وكذلك الجذر التربيعي للتسعة يساوي الجذر التربيعي لثلاثة ضرب ثلاثة ويساوي ثلاثة وأيضا يساوي الجذر التربيعي لسالب ثلاثة ضرب سالب ثلاثة ويساوي سالب ثلاثة أي أن الجذر التربيعي للتسعة يساوي ثلاثة أو سالب ثلاثة لكل عدد موجب جذراني تربيعيا أحدهما سالب والآخر موجب وماذا نستفيد من استخدام الجذر التربيعي يا سالم؟ سأعطيك مثالا على ذلك إذا علمت أن مساحة حديقة بيتنا مربعة الشكل تساوي 225 متر مربع وأراد والدي أن يضع سياجاً بين الحديقة وحديقة البيت المجاور فكم طول السياج اللازم لذلك؟ إن مساحة الحديقة المربعة تساوي مربعة طول الضلع وسنرمز له بالرمز سين أي أن سين ضرب سين أو سين تربيع تساوي 225 ولإيجاد سين نجد الجذر 225 هذا يعني أننا نريد أن نجد عدداً حصل ضربه في نفسه يساوي 225 ولكن كيف؟ للأعداد الكبيرة مثل 225 نجد العوامل الأولية للعدد 225 وهي 5 ضرب 5 ضرب 3 ضرب 3 ثم نعيد تجميعها للحصول على حاصل ضرب عاملين متساويين وهما 5 ضرب 3 و 5 ضرب 3 أي حاصل ضرب 15 في 15 وحيث أن الجذر التربيعي هو أحد العاملين المتساويين في عملية الضرب فهذا يعني أن سين تساوي موجبة أو سالبة 15 وبما أن المسافة لا يمكن أن تكون قيمة سالبة فطول السياج يساوي 15 متراً ماذا لو كان طول ضلع سجادة مربعة الشكل هو جذر العشرين؟ فما مساحة السجادة؟ هذا سهل مساحة السجادة تساوي مربعة طول الضلع وتساوي جذر العشرين تربيع وتساوي جذر العشرين ضرب جذر العشرين وتساوي الجذر التربيعي لعشرين ضرب عشرين وتساوي عشرين هذا يعني أن التربيع يلغي الجذر التربيعي أجل هذا صحيح لقد انتهينا من زراعة البذور وفي الوقت نفسه تعلمنا أشياء كثيرة أجل والآن دعنا نلخص ما تعلمناه حسناً عند ضرب عدد صحيح في نفسه فإن العدد الناتج يسمى مربعاً كاملاً والجذر التربيعي لعدد مربع كامل هو أحد العاملين المتساويين في عملية الضرب ويرمز له بالرمز لإيجاد الجذر التربيعي للأعداد المربع الكبيرة نحللها إلى عواملها الأولية تحت إشارة الجذر ثم نعيد تجميعها للحصول على حاصل ضرب عاملين متساويين ويكون الجذر التربيعي هو أحد العاملين المتساويين عند تربيع الجذر التربيعي فإن التربيع يلغي الجذر